بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصيام الصيام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان ويجب تبييت النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من النهار والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه وقال تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه والمقصود أن من تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه والولي هو الوارث وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر